شاب حبو قصامها بيني وبين أقل لي ما عليك هذي انترم وشوفها كلها قدامي شوفتها كلها كلتانا فكانت هي مادة الميثانفيتامين أو الكبترجون عندي زميل كان في الدوام جيت قلت ليخ أنا كنت مضغوط وكذا وهذا وماني نايم زهن وماني عارف كيف راح أدي العمل قل لي ما عليك الحل عندي أنا أعطيك الحين حبة وهنا انتقل معي لدمان من مادة إلى مادة أخرى كنت أشعر بالفخر مقوة نشوتها حس اني قاعد يسوي إنجاز قاعد يقول المادة هذي كيف كنت أنا راضي فيها فحبيت التغيير هذا فصرت أتعاطي بشكل دائم وصلت المرحلة الاعتمادية إذا مثلاً أبغى أروح الدوام لازم أوثر المادة هذي عشان أنا أقدر أواجه الأشخاص أعرف أتصرف ما هو زي المادة الثانية كانت خليني خامل فهذا الإدمان بدأ يسيطر معي صرت أحياناً يجيني اجتياج للهدوء والله لما أطلع من جوه الدوام صرت أخلط المادة هذي مع المادة هذي ما أنا أعرف أنا إيش أبغى بالضبط فصرت أنا زي المادة جميعاً صرت أمشي الحالي أبعد عن أهلي درجة حتى الأعياد ما أكون معها موسيقى كنت مكثر من متوفر عند المادة وتعاطي 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 تقول خلاص أنا أبغى أوقف يعني أنا من صدر التوصل المرحل أنا ما أحس بالنشوة من كثرة التعاطي يوم يومين ثلاثة ما أنام موسيقى بدأت أعرف أشياء علمية أن الإدمان هذا مرض بدأت أتعايش مع البرنامج كل يوم أحضر مجموعات للأشخاص الذين يريدون التعافي من الإدمان وكل شخص يشارك تجربته ومعاناته وكيف كانت انتكاساته فكنا نقوي بعض والحمد لله الشيء هذا خلاني أتخذ القرار النهائي أن لا أعوده لحياة التعاطي موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر